السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معانا في قناة بيتي بيتك إذا قررت تشتري أو بتفكر تشتري جهاز الديب فريزر إلكترو ستور 5 دورج في حاجات لازم تختي بالك منها أولا هل الجهاز هيكون ديف روست ولا نوف روست واللي ما يعرفش الديف روست يعني جهاز قابل لتكوين التلك وبالتالي هتضطره كل فترة وتنظفي من الداخل أما النوف روست فهو جهاز غير قابل لتكوين التلك بالداخل وفيه كمان نقطتين مهمين جدا الأولى استهلاك الكهرباء هو الجهاز فيه منه A و B والاتنين استهلاكهم من الكهرباء ومش عالي التانية اللمبة الداخلية لازم تعرف الجهاز فيه لمبة داخلية ولا لأ عشان بتسهل معاك استخدام واختيار الأطعمة من جوة الأدراج لما بيكون فيه لمبة في الجهاز خلي بالك المعلومات دي مهمة تسألي عنها البيع عبل ما تشتري الجهاز أولا هنعرف مميزات الجهاز المطور بتاعه الكفاءة بتاعته عالية وقدرته على التجميد عالية وبيجمد الأكل درجة حرارة منخفضة جدا بسرعة وكمان بيقدر يحتفظ بدرجة الحرارة دي لمدة 6 ساعات بعد فصل طيار الكهرباء النقطة التانية سماكة جسم الديب فريزر اللي بيمنع تماما درجة الحرارة الخارجية من التأثير على درجة حرارة الجهاز الداخلية عشان كده هو مناسب للناس اللي سكن في المناطق الحارة زي أهلنا في السعيد النقطة التالتة وهي الأدراج ودي مصنوعة من خامات كويسة جدا بتخليكي تستخدمي الجهاز من غير ما تقلقي بالمقارنة للأجهزة التانية اللي في نفس الفئة السعرية وكمان الهيكل الخارجي للجهاز مميز وشيك وسهل التنظيف مصنوع من الستالستيل ومقاوم للصدق أما العيوب فبعض المستهلكين اشتكوا أن الجهاز بيكون بعض التلج في بعض الأحيان رغم أن هو بيكون نوفروست كمان الجهاز غير مناسب للأماكن الصغيرة والضيقة وبيحتاج يكون في أماكن جيدة التهوية علشان ما يحصلش خلل في التبريد وصوته يعتبر مرتفع نسبيا يعني فيه ناس اشتكت أن صوته مرتفع وفيه عملة قالوا أن صوته لا يعتبر مش عالي وكويس جدا بالنسبة للأجهزة التانية كمان مدة الضمان خمس سنين تعتبر مدة قليلة بالمقارنة لبعض الأجهزة اللي بتدي ضمان عشر سنين فيه بعض كمان العملة اشتكوا أن فيه خدمة ما بعد البيع عندهم مشكلة في الموعيد وبعض قطع الغيار اللي مش بتكون متوفرة طول الوقت لكن نرجع ونأكد أن مفيش جهاز مفهوش عيوب كل واحد المفروض يحدد الأجهزة العيوب اللي فيها اللي يقدر يتغاضى عنها وبنان عليه يقدر يختار الجهاز اللي مناسب له أما عن الأسعار بالتقريب اللي بتختلف بدرجة بسيطة من المكان الثاني الجهاز الخمسة درج ديب فريزر إلكترو ستار دي فروست بيبدأ من 4800 أما الخمسة درج نفروست حوالي 5100 إلى 5500 ويارب أكون قدرت أعرفتكم النهاردة ولو استفدتم معي ياريت ما تنسوش الاشتراك واللايك وكومنت ومشجع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته